الصيحة علامة مهمة جدا وستكون في شهر رمضان في صبيحة الثالث والعشرين من شهر رمضان في السنة التي يخرج فيها السفياني واليماني والقراساني في أوائل شهر رجل صيحة عند الفجر هي صيحة جبرائيل وصيحة عند الغروب هي صيحة إبليس فصيحة الفجر من أن الحق مع علي وشيعته وصيحة الغروب من أن الحق مع عثمان وشيعته عثمان هذا عنوان يراد منه عثمان ابن عنبسة الذي هو السفياني في الشام أو يراد منه عثمان ابن عفان عنوان لنواصب سخيفة بني ساعد صيحة الفجر بيان أن الحق مع صاحب الزمان مع علي وآل علي وصيحة الغروب مضمونها بيان أن الحق مع أعداء علي وآل علي مع أعداء صاحب الزمان وسيضل كثير من الشيعة من المرجئة من مرجئة الشيعة شيعة العراق مرجئة وحتى شيعة الخليج لكن حالة المرجئية في شيعة العراق في زماننا هذا هي أشد أشد لأنهم أقربوا إلى القذارة القذارة في النجا في الحوزة القذارة المرجئية في أجواء المرجعية القذارة الأشد عند المرجع الأعلى شيعة العراق قريبون من هذه المزبلة من هذه القمامة من هنا فإن الحالة المرجئية القذرة عندهم أشد وستبقى هكذا إلى عصر الظهور شيعة العراق ما هم بشيعة الحجة بن الحسن إنهم شيعة المراجع المرجئة في النجف والمراجع المرجعة ستبقى سلطتهم في النجف ستبقى سلطتهم في العراق إلى زمان الحجة بن الحسن والعراقيون سيبقون على تشيعهم لهؤلاء المراجع المرجئة الضالي أتحدث عن مراجع زماننا والذين يأتون من بعدهم بحسب ما أعرف بالنسبة للماضين من كبار مراجع النجف لا أعرف مرجعا مرجئيا شديد شديد المرجئية والبترية كما عليه السستاني السستاني من خلال متابعة لكتبه وأبحاثه لا أعرف مرجعا عبر التاريخ المرجئ الشيعي لا أعرف مرجعا أشد في المرجئية والبترية كالسستاني وهو أسوأ من الذين يعاصرونه السستاني وأولاده هم الأشد في المرجئية والبترية من خلال تتبعي الدقيق لكتبهم ولعقائدهم ولأفكارهم تحدثت عن هذا في برامجي السابقة وسأتحدث أيضا في البرامجي اللاحقة إن بقيت على قيد الحياة إن شاء الله تعالى فالحالة المرجئية القذرة في الواقع الشيعي العراقي هي التي ستجعل الكثيرين والكثيرين والكثيرين من شيعة العراقي يرتدون على أعقابهم ويلازمون مراجعهم في النجف ويبايعون السفياني ويحاربون صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هذا لا هو بتخرص من عندي ولا بتحليل من عندي ولا باستنتاج من عندي أحاديث أهل البيت هي التي تقول بذلك أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الثامن وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة مئة واثنين وسبعين رقم الحديث مئتين واثنين وخمسين بسنده بسند الكليني عن عبد الرحمن ابن مسلم الجريري قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه يوبخون ويكذبون من هم المخالفون لأهل البيت النواصب يوبخون ويكذبون أنا نقول إن صيحتين تكونان صيحة الفجر وصيحة الغروب إن صيحتين تكونان والصيحة الثانية تناقض الصيحة الأولى هذا هو الموجود في ثقافة العترة الطاهرة فهؤلاء المخالفون يوبخون الشيعة ويكذبونه مثل ما يقول عبد الرحمن ابن مسلم الجريري يقول للإمام الصادق يوبخون ويكذبون أنا نقول إن صيحتين تكونان يقولون من أين تعرف المحقة من المبطلة إذا كانتا فهذا تضليل للناس وإن الله لا يضل الناس هكذا هم يعترضون من أين تعرف المحقة من المبطلة إذا كانتا الإمام يسأل عبد الرحمن هذا فماذا تردون عليهم قلت ما نرد عليهم شيئا قال قولوا قولوا يصدق بها يصدق بصيحة الحق وهي الأولى عند الفجر يصدق بها إذا كانت إذا تحققت من كان يؤمن بها من قبل كيف يؤمن بها لابد أنه أن يكون من رواة الحديث أو ممن تعلم من رواة الحديث قطعا لا كهذا الأثول الذي لا يعرف متى تكون الصيحة لا كهذا الأثول كهذا المرجع الأعلى الذي عينه أسستاني من بعده ثولا أثول يعين أثول وإلا لو كان أسستاني فعلا أعلم كيف يعين هذا الأثول وهو يعرفه عن قرب إسحاق إسحاق الفياض زميل لأسستان ما هما من نفس المجموعة الخوعية ويعرفه عن قرب ويعرف آراءه ويعرف معتقداته ويعرف فتاواه ويعرف ذوقه فهذا يعني أن الجهل الذي عند إسحاق الفياض هو نفسه عند السستاني وإلا لو لم يكن السستاني جاهلا كجهل إسحاق الفياض لما عين إسحاق الفياض الأعلم من بعده وأرجع مقلديه في المسائل الاحتياطية إليه ما هالرقع من هالبابوت كما نقول في أمثالنا الشعبية العراقية هالرقع من هالبابوت فالإمام الصادق يقول لعبد الرحمن قول يصدق بها يصدق بالصيحة إذا كانت إذا تحققت من كان يؤمن بها من قبل كيف يؤمن بها لابد أن يكون عالما بأحاديث العترة فإما أن يكون من رواة الحديث مثل أزعم أنني من رواة الحديث وأنا مطلع تمام الإطلاع على هذه الشؤون المهدوية من خلال روايتهم ومن خلال رواية للحديث عنهم صلوات الله عليه وإما أن يكون ممن يتعلم الرواية والحديث مني ومن أمثالي من الذين طلعوا على حديث أهل البيت لاك هؤلاء الثولان الغبران هذا الذي يتكلم بكل هذا الجهل هذه الفتاوى الضريطي من المراجع الخريطي الذي يصدق بها ويكون هذا التصديق سببا لنجاته إما أن يكون من رواة الحديث وإما ممن تعلم من رواة الحديث ولهذا السبب أقول لكم تابعوا برامج قناة القمر ليس لأجلي لأنني أروي لكم حديثهم فتعلموا حديثهم لا تنصتوا لهؤلاء الأغبياء لهؤلاء الجهال فهؤلاء ما هم بروات حديث هؤلاء شياطين هؤلاء جهال إذا ما ظهرت فعلى العالم أن يظهر علمه هؤلاء يظهرون جهلهم ويظهرون تضليلهم للشيعة وهذه الحقائق والوثائق بين أيديكم عبر الحلقات المتقدمة هذا هو الجزء الحادي عشر من الجزء الأول وإلى الآن وأنا أعرض لكم قذارة مراجع النجاف وما إسحاق الفياض إلا أنموذج مثال فالبقية فتاواهم كفتاوى هذا الأثول والبقية من السيستاني إلى الآخرين عقائدهم كعقائد هذا الأثول ما كتبهم موجودة ومواقعهم موجودة هذا مثال مثال يأكس لكم الصورة الحقيقية لما عليه السيستاني وسائر المراجع الآخرين من الأربعة الكبار أو من الباقين هذا هو واقع المرجعية في النجاف بالضبط مثل ما وصفت لكم هذه الفتاوى والبيانات التي نشرتها مجلة الانتظار الفتاوى الضريطي للمرجعية الخريطي هذا هو واقعهم الإمام الصادق هكذا يقول يصدق بها يصدق بالصيحة ويعرف الصيحة الحق من الصيحة الباطل يصدق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل كان مطلعا على التفاصيل ومن أن السفيانية يخرج في بدايات رجال ويخرج معه اليماني والخراساني إلى بقية التفاصيل وسأحدثكم عنها جميعا سأحدثكم عنها بأجمعها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى كي تكونوا على بينة على وضوح من أمركم لا أن يضل لكم هؤلاء السفلة هؤلاء الحرامية ثولان من المراجع العظام قطعا دامت ظلالهم الوارفة على رؤوسنا حتى يطيحون حظنا أكثر يصدق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل إن الله عز وجل يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتباه أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أفمن يهدي إلى الضلال هذا هؤلاء المراجع يهدون إلى الضلال يأخذون شيعة إلى الضلال بسبب ضلالهم هم هم ضلون لماذا ضلوا لأنهم لا يفقهون حديث العترة يحاربون حديث العترة هذه نتائج علم الرجال هذه نتائج علم الأصول هذه نتائج علم الكلام هذه نتائج اتباع منهج الشافعي منهج المعتزلة هذه نتائج اتباع الطوسي ومرتضى الأنصاري والخوعي النتائج هذه هي ضلال في ضلال في ضلال وجهالة في جهالة في جهالة وجهل في جهل في جهل اوطيحة حاض اوطيحة حاض اوطيحة حاض اوطيحة صبخ اوطيحة صبخ اوطيحة صبخ هذا هو الذي تحصله الشيعة من المراجع العظام أدام الله ظلالهم الوارفة على رؤوس الشيعة غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه من أجمل ما صنف في شؤون الإمامة بنحو عام وفي شؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من أجمل ما صنف في هذا الباق بنحو موجز ومختصر ودقيق جدا رضوان الله تعالى على النعماني على شيخنا أبي عبد الله المتوفى سنة 360 للهجرة إنه عراقي من النعمانية من مدينة النعمانية التي لا زالت تعرف بهذا الإسم النعماني نسبة إلى النعمانية هذه الطبعة طبعة دار أنوار الهدى إنها الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 274 الحديث الحادي والثلاثون بسنده بسند النعماني عن هشام بن سالم شخصية شعية مرموقة هشام بن سالم يقول سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هما صيحتان صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية الذي نعرفه في الأحاديث الشريفة فإن الصيحة الأولى عند فجر اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وصيحة الثانية في اليوم نفسه في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان عند الغروب لكن الرواية هنا إما أنها تعطي احتمالاً لحدوث البداء في تفاصيل الصيحة وإما أن اشتباهاً من قبل الراوي من قبل النساخ في نقل هذه الرواية لا نملك دليلاً على اشتباه الراوي واشتباه النساخ في نقل الرواية هذه فهذه الرواية قد تعطينا صورة محتملة من تطبيقات البداء بالنتيجة هناك صيحتان صيحة حق وصيحة باطل هما صيحتان صيحة في أول الليل عند الغروب وصيحة في آخر الليلة الثانية في آخر الليلة الثانية يعني عند الفجر قال هشام ابن سالم فقلت كيف ذلك قال فقال واحدة من السماء هي صيحة جبرائيل وواحدة من إبليس فقلت وكيف تعرف هذه من هذه فقال يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون إما أن يكون من رواة الحديث وسمع بها من خلال ما نقله رواة الحديث عن الأئمة أو الذين سمعوا الأحاديث من رواة الحديث في عصرهم في زمانهم كراوية حديث مثلي ومن أمثالي ممن ينقلون حديث العترة الطاهرة هكذا أزعم أنني راوية حديثهم أروي حديثهم وأعتقد أن تأريخي وأن واقعي في يومي هذا وأن برامجي وأن نشاطاتي تخبر عن هذه الحقيقة صيحتان واحدة من السماء وواحدة من إبليس فقلت هشام ابن سالم يقول فقلت وكيف تعرف هذه من هذه فقال يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون صفحة ميتين واثنين وسبعين الحديث الثامن والعشرون بسنده بسند النعماني عن زرارة ابن أعيان قال سمعت أبا عبد الله زرارة يقول سمعت الصادق صلوات الله عليه هكذا يقول ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون إن فلانا هو الأمير إن الحجة ابن الحسن هو الأمير هو أميركم هو إمامكم ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير إن الحجة ابن الحسن هو إمامكم وينادي مناد بنداء آخر إن عليا وشيعته هم الفائزون هذه صيحة السماء صيحة الحق قلت فمن يقاتل المهدي بعد هذا فقال إن الشيطان ينادي بعد ذلك النداء فقال إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية مثل ما جاء في روايات أخرى من أن الحق مع عثمان وشيعته قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا رواهت الحديث ويقولون إنه يكون قبل أن يكون يعتقدون بما جاء في رواياتهم وأحاديثهم ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون يعلمون أنهم على عقيدة الحق وهذا لا يتحقق إلا أن يكون على العقيدة السليمة إلا أن يكون على معرفة واضحة بإمام زمانهم لا كهؤلاء ماذا يقول إسحاق الفياط بعد أن ضرط ما ضرط في كلامه يقول وبدورنا نمصح المؤمنين وفقهم الله تعالى بأخذ العقائد الصحيحة مثل هذا الضراط الذي ذكره بأخذ العقائد الصحيحة من المراجع العظام الأمناء إلى آخر هرائه إذا تأخذون عقائد من هؤلاء هؤلاء يضللونك هذا يقود إلى الضلال في منطقه الأخرق هذا فمن فمن يعرف الصادق من الكاذب قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا تلاحظون هذا التعبير دائما يردده الأئمة يروون حديثنا رواة حديثنا مذول الاخرطي الذين يحاربون حديث أهل البيت ولا يحسنون رواية الحديث هؤلاء عليكم أن تتجنبوهم الذين يقودون كم إلى إمام زمانكم الذين يوصفون بهذه الأوصاف يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون ماذا تقولون أنتم من أين تأخذون دينكم من منهج قناة القمار أم من منهج إسحاق الفياط وأمثاله من مراجع حوزة الطوسي هذه أحاديث العترة أضعها بين أيديكم وأنتم أنتم أنتم الذين عليكم أن تصل إلى النتيجة احترموا عقولكم احترموا عقولكم وأنصفوا أنفسكم أنا لا أطالبكم أن تنصفوني احترموا عقولكم وأنصفوا أنفسكم ودققوا في هذه الحقائق وقارنوا بينما يعرض في قناة القمار وفقا لمنهج علي وآل علي لمنهج الغديرين الغدير العلوي الأول والغدير المهدوي الثاني لمنهج الغديرين وقارنوا بين هذا وبين منهج الأشاعرة والمعتزلة إنه منهج الطوسي المشؤوم إنه منهج إسحاق الفياض وأقرانه من المراجع الكبار الذين هم صمام الأمان السماء ندري من فوق من جو الحقائق واضحة جلية في حديث العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر